تحتفل مملكة البحرين في الثاني والعشرين من أغسطس بذكرى مرور خمسة عشر عاما على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة بعد صدور الأمر الملكي السامي من لدن عهل البلاد المفدة الذي يتبع جللته مباشرة وترأسه صاحبة سمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة حفظها الله المجلس الأعلى المرأة جاء ليكون المؤسسة الرسمية التي تجمع في إطار من العمل المؤسسي المنظم مسيرة مضيئة من عقود من الحرك النسائي الفاعل في البحرين على امتداد السنوات السابقة شهد المجلس الأعلى للمرأة الكثير من التطورات والقفزات النوعية في إطار عمله المؤسسية المنتظم حتى تحول اليوم إلى بيت خبرة إقليمي في كافة ما يتعلق بقضايا تمكين المرأة وتفعيل دورها وضمان عدم التمييز ضدها فالمجلس عامل منذ الدورة الأولى في الفترة من 2001 إلى 2004 على وضع استراتيجية وطنية بشكل علمي وموضوعي تعتبر هي الأولى من نوعها بالتعاون الفاعل مع جميع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدنية المعنية بشؤون المرأة حيث تم اعتمادها من لدن عاهل البلاد المفدة كأول استراتيجية نوعية معنية بشؤون المرأة تعتمد من رأس الدولة في الوطن العربي لا شك أن تأسيس المجلس العالي للمرأة برأسة سمو الأميرة سبيجة أعطى قوة للمرأة البحرينية التي حقيقة أثبتت وجودها وأثبتت قوتها والذي هي النص الآخر من المجتمع البحريني أثبتت روحها في المجالات الاقتصادية السياسية التجارية وهذا يعطي أننا أمل أن نمشي على القطاع الحفيثة في هذا المجال المرأة في البحرين لم تعد فقط كموظفة وكمحامية وكموظفة بسيطة في أحد وزارات الدولة أو القطاع الخاص المرأة اليوم أصبحت سفيرة وأصبحت وزيرة وأصبحت قاضية أصبحت عضوة في السلطة التشريعية هذا كله بسبب إنجازات طبعا المجلس الأعلى للمرأة الذي أعطى للمرأة التمكين السياسي والتمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي والاستقرار الأسري ومباركة سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أطلق المجلس الأعلى للمرأة الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2013-2022 والتي تتضمن خمسة محاور تسعى إلى ضمان تحقيق الاستقرار الأسري في إطار الترابط العائلي وتمكينها من متطلبات القدرة على المساهمة التنافسية في مسار التنمية القائم على مبدأ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة في التنمية والتعلم مدى الحياة من خلال التكامل مع الشركاء والحلفاء في العمل المؤسسي أتقدم بشكر الجزيرة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيت شبابة أبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة على الدور الكبير الذي بدلته صاحبة السمو في تأسيس كيان العمل النسائي أو عمل لخص المرأة في البحرين من خلال مجلس لعلى المرأة والبرامج والخطوات والغوانين التي تم التعامل معها خلال السنوات الماضية الخمس عشر سنوات الماضية فعلا نغلت المرأة البحرينية من مكانها إلى مكانها جدا أكبر المجلس اليوم انتقل من مرحلة النهود بالمرأة إلى مرحلة نهود المرأة وبرؤية قائمة على الشراكة المتكافئة لبناء مجتمع تنفسي مستدام